اشتركوا في القناة نتحدث عن أحجام ضئيلة تدخل جيب ملابسك الصغير تخيل إرسال سرب من المركبات الفضائية متنهية الصغر إلى المجرة الفضائية بمقدورها استكشاف نجوم وكواكب بعيدة المدى عبر حمل أجهزة استشعار الكترونية بلغة التعقيد تقوم بقياسات متعددة ابتداء بقياس درجة الحرارة وحتى الإشعاعات الكونية بإمكانك نشر الألاف منها وذلك بتكلفة مركبة مهام فضائية واحدة فقط مضعفة لكمية البيانات التي يمكن جمعها عن الكون وأيضا يمكن استهلاكها بشكل فردي بما معناه أننا يمكننا أن نرسلها في بيئة ذات مخاطر عالي على مسبار أو مركبة فضائية واحدة تكلفتها مليار دولار تتواجد مئات المركبات الفضائية التي تدور حول مدار الأرض بالفعل تأخذ صورة للفضاء الخارجي وتجمع بيانات عن أشياء مثل سلوك البكتيريا في الغلاف الجوي والإشارات المغناطيسية التي قد تساهم في التنبؤ بالزلازل لكن تخيل مقدار ما يمكن تعلمه إذا كان بالمقدور الذهاب لما بعد مدار الأرض هذا بالتحديد ما تطمح إليه بعض المنظمات مثل وكالة ناسا إرسال مركبات فضائية متنهية الصغر لاستكشاف الكواكب الصالحة للحياة وأيضا وصف الظواهر الفلكية التي لا يمكن دراستها من الأرض ولكن شيء بهذا الصغر لا يمكنه حمل محركا ضخما أو طنا من الوقود فكيف لمركبة بهذا الحجم أن تدفع نفسها؟ للمركبات متنهية الصغر فمن الواضح أننا نريد قوة دفع جزئيا متنهية الصغر على موازينا متنهية الصغر بعض قوانين الفيزياء المألوفة لا يمكن تطبيقها هنا بصفة خاصة كل يوم ستنهار الميكانيكا النيوتونية والقوة التي هي بالعادة ضئيلة ستصبح حينها قوية هذه القوة تتضمن التوتر السطحي وحركة الخاصية الشعرية وهي الظاهرة التي تحكم باقي الأشياء الصغيرة نظم الدفع الجزئي يمكنها شد هذه القوى لتشغيل مركبة الفضائية من الأمثلة التي توضح طريقة تشغيلها يدعى نظام دفع السائل الجزئي ذر ذاذ الكهربائي إنه نوع من المحركات الآيونية وهذا يعني أنها تطلق جسيمات مشحونة لتولد القوة الدافع ولقد تم البدء في تطوير إحدى التصاميم في معامل وكالة ناسا للدفع النفاذ والتي يبلغ حجمها بضع من السنتيمترات لكل الجانبين إليكم كيف تعمل؟ هذا الطبق ذو حجم الطابع البريدي مرصع بمئات الإبر النحيفة ومطلي بمعدن ذو درجة صهار منخفضة مثل الإنديوم حيث يوجد قطب معدني موضوع على الإبرة ويوجد حقل الكتروني موضوع بين القطب والطبق عندما يسخن الطبق يذوب الإنديوم عندها الحركة الأنبوبية الشعرية توجه السائل الحديدية للإبرة الحقل الإلكتروني يجر المعدن المنصهر صعوداً بينما الجهد السطحي يسحبه مرة أخرى مسبباً تشكل الإنديوم ليأخذ التصميم المخروطي في نصف القطر الصغير لقمة الإبرة ليجعل من الممكن للحقل الإلكتروني تجاوز الجهد السطحي وعندما يحدث هذا الأيونات المشحونة إيجابياً تنطلق بسرعة وقد تصل لعشرات الكيلومترات خلال الثانية هذا السيل من الأيونات يدفع المركبة في الاتجاه المعاكس والفضل هنا يعود للقانون الثالث لنيوتون وبينما كل أيون عبارة عن جسيم صغير القوى التضامنية للأعداد الكبيرة منه الصادرة من المركبة تدفع المركبة بعيداً تكون كافية لتوليد تسارع كبير بعكس العادم الذي يصيب خارجاً من محرك الصاروخ هذا المجرى أصغر بكثير وأفضل من ناحية توفير الوقود مما يجعله أكثر ملاءمة لمهمات الفضاء طويلة المدى والعم نظم الدفع الجزئي هذه لم تجرب بشكل كامل بعد لكن بعض العلماء يعتقدون أنها ستقدم دفعاً كافياً لجعل المركبات الصغيرة تخترق المدار الفضائية لكوكب الأرض في الحقيقة العلماء يتنبؤون بأن آلاف المركبات الفضائية ستطلق في السنوات العشر القادمة لغرض جمع البيانات حيث في يومنا الحالي لا يمكننا سوى أن نحلم بهذا وهذا هو معنى الصواريخ العلمية متناهية الصغر استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه ولا تنسى الاشتراك لا تفوت فرصة تعلم شيئاً جديد اشتركوا في القناة